طيب اللي كان حصل في مبارات مصر ونجيريا ده كان هزار من كيروش بصراحة كده هو الموضوع ده قطة اللي بحسن في الحقيقة ومبارات دي الناس كلها اتكلمت فيها ومفيش واحد في مصر ما كانش عارف أو ما خدش باله من الأخطاء الكارثية اللي ويقع فيها كيروش في المبارات دي واللي قدت ان احنا مش بس نخسر واحد سفر مع الرقفة تمام لا ان احنا كمان نزار بشكل يعني غير مقبول بالمرة خالص مفيش اتنين يختلفوا على كده ومفيش واحد ما خدش باله من اللحظه ومفيش واحد ما خدش باله من الأخطاء ومفيش واحد ما انتقادش الجهاز الفاني تمام اللي عمله كيروش في المبارات ده كان هزار وهزار تقيل قوي قوي بصراحة وده كان امر واضح وضوح الشمس لكن ده كان في الماضي مبارات خلص عدى بكل سلبياته مفوش اجابات خالص مفوش اجاباتي عشان ما اقولكش بمميزاته وبعيوبه وكان ما فيش اصلا مميزاته ولا اجابات ولا ايها حاجة هي كانت كل حاجة غلط فغلط هو الماضي اصلا ياريتهم كانت لعب ياريتنا ما كنا لعبنا يعني تصدر لنا حالة احباط كبيرة جدا بسبب منتخبنا اللي مصبرنا شوية انه دي اخطاء مدير فاني وبالمناسبة بالمناسبة ما فيش اي لوم على اللعيبة اللعيبة تلومها امتة لما كل واحد يبقى في مكانه وما يقديش اللي عليها لما كل واحد يكون في مكانه وتحس منه انه هو مؤثر شوية في لعبه مع المنتخب ساعتها اللي هو مؤطع في لعيبة براحتك لكن المتسبب الرئيسي بنسبة مليون في المية مش مية في المية هو كيروش حلو فبالتالي زي ما قلت لحضراتكم دي كانت مباراة في الماضي احنا ولاد النهاردة احنا في مطش النهاردة المطش المهم جدا قدام غينية بيسير احنا هنكسب هنكسب ان شاء الله الموضوع سهل يعني مش مطش صعب وعلى عصابنا زي مباراة نيجاريا اصلا لو خسرنا النهاردة او تعديلنا حتى تبقى كارسة من كوارس الدنيا تبقى حاجة يعني غير مقبولة وغير مفهومة وكل اللي انت حابب تقوله التعبير اللي انت حابب تقوله قوله ساعتها لكن ان شاء الله مباراة بتاعت النهاردة ومباراة السودان في المتناول بإذن الله بس بشروط يعني ايه بشروط يعني ان كل واحد يلعب في مكانه عايز تعدل في التشكيل عدل براحتك عايز تستعين بأسماء تانية اوكي ياريت ياريت جدا انا بتمنى ان احنا نغير طريقة اللعب اربعة تلاتة تلاتة انت الظاهرين بتوعه خلاص وقعوا منك اكرم ربنا يشفيه عفير بات صليبي وفتوع حيغيب عن مطش ده واللي بعده كمان شد في السمانة فمش معاك هم حاول بقى تبتكر احنا جايبين كيروش عشان كده جايبين مدرب المفروض ان هو مدرب كبير عشان كده ان هو يتكر ويجد حلول للمواقف اللي بيتعرض ليه احنا في مواقف صعب سواء نفسيا ومعنويا او حتى فنيا ببعض الاصابات اللي اتفاجئنا بيها في اول مباراة فالشرط انك تلعب باللعيبة في مكانها يعني ما الجيش تجيب واحد احسن لعيب في العالم تحطه معاجب لا حطه معلش معلش عشان خاطرنا حطه على الطرف بعد اذنك يعني يا مستر كدوش حطه على الطرف ما يجيش يكون عندك مهاجم مميز يا مصطفى محمد بعد اذنك هو مكانه الاساسي مهاجم ما تتفلسفش ما تتفلسفش بما لهاش لازمة واحنا مش في مرحلة تجارب التجارب عدت خلاص واعتبرنا كاس العرب مرحلة تجارب وكان عندك حق انك تجرب وكل حاجة خلينا كمان نعتبر مباراة نجاريا مباراة تجارب بس بعد اذن حضرتك بلاش زار بعد اذن حضرتك لعب كل واحد في مكانه ايا كان من اللعيب اللي حاجة بلل احنا عندنا اللعيبة كلها مميزة اللعيبة اللي في القائمة كلها اللي موجودة مع المنتخب في الكامل وكلهم مميزين هم بس عايزين توظفوا صح مع بعض الجمل التكتيكية مع بعض الافكار اللي تحاول تطبقها ممكن تنجح فيها وحتى لو ما نجحتش هتكسب لان اللعيبة متنوظفة صح لان احنا عندنا قوام مميز جدا عندنا لعيبة ممتازة قوي قوي في منتخب مصر وعندنا جيل والله محترم الناس المتشأمة اللي شايفة ان احنا يعني مش هنروح الهتة بعيدة في البطولة وان احنا عندنا لعيبة على قد ده وكامل لا انتوا غلطانين ما تاخدوش مباراة نيجيريا انها هي المكياس ابدا ابدا لان كانت اخطاء فادحة من المدير الفن نبصب بالعشر عليه ما فيهش زار فخلينا متفائلين بقى باللي جاي زي ما انتحراركم احنا ولاد النهاردة احنا عايزين نهاردة نشوف المنتخب بشكل كويس بصورة كويسة بالشروط اللي احنا قلنا عليها عشان نظهر بالصورة دي تمام وليه لا ما نكسبش واحد واثنين وثلاثة واربعة نقدر فيه فرق ما بيننا كبير وما بيننا غنيا بشاو نقدر باذن الله تعالى فدي كلها امور مهم تمام